الناس كتير قوي عملت دور على رمضان ورمضان ما بيلعبش ليه انا اقولك رمضان ما بيلعبش ليه لان عمر مرموش هو الاكثر مرونة في المنتخب كله في النواحي الهجومية بخلاف صلاح طبعا بمعنى ايه؟ عايز وينج مرموش عايز لعيب حريف مرموش عايز لعيب صغير في السن بيجري كتير مرموش عايز لعيب بيتحول لمهاجم يعني بيلعب اربعة اربعة اثنين حتى لو لسه بشو صلاح او ماشي يعني رمضان صبحي يعرف يلعب مهاجم جنب صلاح؟ طعب وينج 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 رمضان صبحي ممكن يقفلي عالكورة ياخد فاولات يزودلي زمن الهاجمة شوية انا معاك ان الناس كلها شايفة ان مرموش بيضيع الكورة كتير بالطرئيس المبالغ فيه الفكرة بس ان ليه مرموش بيلعب؟ لانه الاكثر رشاقة وعنده حرفانة زي رمضان وبالتالي هو الميزة بتاعته عالرمضان عنده مرونة تاكتكية كمان بيقدر يهاجم وعنده سن صغير لسه وفي نفس الوقت عنده التزام دفاعي اكتر من رمضان انما لو انا حسيت انه في الملعب مش جايب وماش وعمال يبص في الارض وعمال يخسر الكورة ساعتها لازم منزل رمضان صبحي واتمنى ما ينزلش ترزجيه لانه مش فورمة هو بعيد فده مش الوقت المناسب ان انا هتديله فورمة علشان ايه؟ يعني فاهم؟ يعني مش انسب حاجة جديد لدي شكرا لدي شكرا غير مش اشعال شكرا 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 شكرا